أبو إبراهيم من عجمان سائل مجموعة أسئلة في سؤاله الأول يقول هناك في بعض الدول الأوروبية عندهم طبعا حضر لكورونا يبدأ السائل عاشرة ليلا وهو في نفس وقت صلاة العشاء يقول أفتاهم بعض الناس بأن يصلون العشاء قبل الوقت والتراويح أيضا يقول قال يعني يجمعون المغرب مع العشاء والتراويح أيضا يصلون ما حكم ذلك أبو إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك يعني للأسف الشديد في هذه الأيام نسمع أجوبة عجيبة جدا فيما يتعلق بالصلاة فيما يتعلق بالصيام يعني حقيقة يعني أمر محزن جدا نسمع شيء من هذا القبيل ما يتعلق بالجواب على سؤالك أولا أجمع العلماء أجمع العلماء على أن المسلم يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجوز له أن يجمع صلاتين إلا بسبب أو بعذر شرعي إلا بسبب أو بعذر شرعي ولذلك كل صلاة صلى في وقتها قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال العلماء كتابا يعني فرضا موقوتا مؤقت يعني له وقت ابتداء ووقت انتهاء وقد نزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى به مرتين الصلوات الخمس ثم قال له الوقت ما بين هذين والنبي عليه الصلاة والسلام صلاته في المدينة دائما كانت كل صلاة في وقتها كل صلاة في وقتها هذا الأمر الأول الأمر الثاني جاء عند مسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته أراد أن لا يحرج أمته قال أهل العلم وكلامهم مقدم على فهمهم لأحاديث مقدم على فهم العوام ولذلك قال العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جمع بين الظهر والعصر في المدينة وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مطر قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن فسر هذا أراد أن لا يحرج أمته بمعنى إذا وجد حرج وجد ضيق غير طبعا مسألة السفر وغير مسألة المطر يجمعون مثل ماذا مثل المستحاضة المستحاضة الآن تجمع بين الظهر والعصر لأن يشق عليها الشخص مثلا عنده مشكلة صحية من الصعب جدا أنه يصلي صلاتين جميع يعني يصلي صلاتين كل صلاة في وقتها قال يجمع الطبيب عند عملية جراحية يعتقد بأنه يدخل عملية ما يطلع منها إلا بعد فوات وقت الثانية يجمع رجل الأمن الذي يحرس منشأه قبل الاستلام يعتقد بأنه لو بقي دوامه سيستغرق وقت الثانية يقدم الثانية مع الأولى مثلا حالات يكون فيها حرج يكون فيها حرج وضيق يعني بمعنى إذا ما صلت صلاتين صار في حرج وضيق المسألة الثالثة بالنسبة للإخوة في أوروبا هؤلاء مقيمين هؤلاء يصلون كل صلاة في وقتها هؤلاء يصلون كل صلاة في وقتها لأنهم ليسوا مسافرين ليسوا مسافرين وقضية والله على شان صلاة التراويح وقدم صلاة العشة مع المغرب هذا كلام حقيقة غريب جدا كلام غريب جدا بإجماع أهل العلم على أن كل صلاة صلى في وقتها وأي حرج الآن في هذا حينما يصل الناس التراويح في بيوتهم وين الحرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي إنسان أدركته الصلاة عنده مسجد وطهورا بعدين الناس الآن معذورين مثل ما ذكرت في السؤال بأن الحضر يبدأ العاشرة مع وقت صلاة العشاء إذن يصلون في بيوتهم يصلون المغرب في المساجد وإذا جاء وقت صلاة العشاء صلوا في بيوتهم ما يجوز لهم أن يقدموا صلاة العشاء عن وقتها لا يجوز لهم أن يقدموا صلاة العشاء عن وقتها ولذلك على من يفتي هؤلاء أن يتق الله وأن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يخافه كيف الآن يقدم صلاة عن وقتها والله لأجل صلاة التراويح صلاة التراويح سنة وهل يلعب بالفريضة لأجل السنة وبعدين صلاة التراويح كثير من أهل العلم يقول الأفضل أن يصليها الإنسان في البيت لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها ثلاث ليال في المسجد وبعدين دخل بيته وصلاها في بيتي عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض على الناس فقضية والله أنا ألعب بصلاة العشاء وأقدم على وقتها علشان والله أصلي التراويح هذا كلام خطير بل أعجب من هذا بلغني باتصال طبعا من أحد الفضل قال بأن أحدهم يفتي قال صلوا المغرب ثم بعد ذلك التراويح ثم بعد ذلك صلوا العشاء والله هذا من أعجب العجب هذا من أعجب العجب يقول صلوا المغرب وبعدين التراويح وبعدين صلاة العشاء كأن التراويح الآن ركم من أركان الإسلام يا أخي لو ما صلوا التراويح على أن يحافظوا على أوقات الصلوات يكفي هذا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا يجوز للإنسان أنه والله لأجل سنة أنه يلعب بفريضة ويحرك عن مكانه ويصادم إجماع أهل الإسلام فعلى الناس أن يتقوا الله عموما يعني إخواني الذين في أوروبا أو بالنسبة للحضر تصلون في بيوتكم إذا والله الإنسان يصلي بأهل جماعة حصل أجر الجماعة وإذا لم يجد أحد يصلي معه كتب الله له الأجر لأن وجوده في البيت ليس باختياره هو يصلي الجماعة في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل الصحيح المقيم هذا من تيسير الشريعة دعوة الناس تعالوا صلوا وكذا هذا من التشديد عليهم هذا نوع من أنواع التشديد عليهم وقد يسر الله عز وجل لهم أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع